تعرف توزع مجهودها في الملعب بشكل كويس جدا العيب انه هو بصع وحركة ده ما كانش موجود في النادي الاهل بلك ياهوالبيزا كمان ظهور مرون وجيف توقيت يعني كان ديانج مريح شوي مريح بحقيقة فدي بعملتش مشكلة جوه النادي الاهل يعني انت عارف النادي الاهل لما كان ايه ديانج ينزل كان يباني التأثير انما مرونج في وقت كويس مع نزول ديانج فدلوقتي ما بقاش فيه مشكلة بس هو يمكن مراوان بيمتاز عن حمدي وديانج في مركز رقم 6 عشان كده كولر ما بيستغناش عنه كده يعني كولر واعتقد ان كولر لو لعب مراوان عطية في تمانية ومراوان عطية اجاد ممكن نشوف عمرو سلال فترة جاء ديك يعني مراوان عطية اصبح مرعب لخط وسط النادي الاهل ديانج دلوقتي عايزي لعب مش عارف يا لعب حمدي فتحي ومراوان عطية لأ كولر هيختار مراوان عطية لأسباب كتير كتين زي ما ذكرت الحضر كبلي كده ان مراوان عطية يعني حمدي فتحي لا بيستددش مسلا منشوفش حمدي مفتحي بيستدد كتير على المرمى مراوان عطية دلوقتي كل كورتين تلاتة كل مرشين تلاتة لازم بتشوف في المرش كورتين تلاتة اللي هو بيستدد على المرمى بيروح بيباصي بيختفق تحب ان انت تتفرج عليه تشوفه لا لعب بصراحة اهم صفقة للمنادي الاهلي في يناير اهم صفقة الاهلي عملها في يناير هو مراوان عطية انا كابتن انا شايف مستين مهمين جدا جدا في اللي بيعملوا مراوان دلوقتي الميزة الاولى بالنسبة لي انا يعني احنا كنا وصلنا في مرحلة ما لاحباط شديد جدا ان الدور المصري يطلع لعيب بكواليتي كويس كنا دايما مش واثقين في الدور المصري لا مراوان لعيب رجع لنا الثقة في الدور وفي اندية الدور انك تقدر تشوف لعيب في الاتحاد كويس لعيب في اسوان كويس لعيب في المصري كويس لعيب كويس مش بمعنى لعيب كرة كويس لا لعيب كويس يلعب في الطبلفل على طول النقطة التانية المهمة جدا انه هو مراوان جيمل اتحاد للاهلي بنفس الريت يعني احنا شوفنا احصاياته طبعا دي احصاياته في الدور مع الاتحاد والاهلي مع بعض طبعا 17 مباراة مراوان ناس كتيرة جدا وده اللي كنا معتدين مع لعيبة كتير بدون ذكرى اسماء يعني بيروحوا الاهلي او الزمالك بتستنى حوالي 20 مباراة عشان تشوف منه الوجه اللي كنت بتشوفه مع فريقه والمصطلحات بتاعت الفانيلا تقيلة والثقة واللعيب ووقت ما الماكنة تطلع وماش تبص تلاقي مطش ومطشين وبعد كده ايه تلاقي مطلعيش تاني بالزبط فكرة انك شايف لعيب كويس قوي في الاتحاد وبمجرد ما يحط رجله في الاهلي مطشين 3 ا4 تلاقيه كويس قوي في الاهلي ويبتدي الناس يتكلم انه كمان يقدر يبقى لعيب دولي ويبقى له دور مع منتخب مصر دي نقطة كان برضو من فترة طويلة جدا مش موجودة فانا شايف ان صفقة مروان للاهلي فيها ايجابيات كثيرة جدا مش بس للاهلي للكرة المصرية حتى عموما ما عايزين نحاير روي فيتوريا عليها كابتن لانه بصراحة الازهر وهو اللي ضمه هو الخلاف الصورة وده شيء كمان حتى بيدي انطباع لكل اللعيبة ان اللي حيقدي وان اللي هتقلق هيبقى ليه مكان وحيبقى ليه نظرة بالنسبة لمنتخب مصر طبعا زي ما بنقول مباراة مهمة ونتمنى ان احنا نشوف فيها كورة حلوة وتطلع في اطار من الروح الرياضية